مرحبا كيف كون يا صبايا طمنوني عنكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم كيف الجو عنكم بلش الربيع والزهر يطلع ما شاء الله فصل الربيع بجنين من اكتر الفصول اللي انا بحبها بيجي لا برد ولا شوب ومناظر الخضار والزهر شي بيشرح القلب معكم جوليا شانيل لو كنتوا اول مرة عم تحضروني دخيل عينكم لا تنسوا دعمي بالاشتراك واللايك والتعليقات الحلوة مثلكن وربي يسعدكن فيديونا اليوم حلو مختصر عم حاول ما طول كتير بالفيديوهات حتى ما يصير ملل فالله ما صلي عنه بي يعني مختصر حلو نوعا ما اليوم عم صور لكم بيتي لما وصلت على امريكا هذا هو البيت اللي يسلموني اياه مثل مو شايفين هلا كتير ناس طلبت مني يصور البيت فيعني لحتى هيك زبطيت معنا هلا اول شي هو عبارة عن بيت مشقة شو بيفرق البيت عن الشقة هون بيقولوا البيت الهاوس معناه بالانجليزي يعني هو نفس المعنى معناه بالانجليزي الهاوس معناه البيت بيقصدوا بالهاوس هو البيت الشرح اللي بيكون معه جنينة وفيه حديقة منزل والشقة ما فيه لا حديقة ولا كراج للسيارة فهذا اللي بيفرق البيت عن الشقة بيقولوا عنه أبارتمن الشقة مالكم بطول السيرة سلموني هاوس ما بلشت فيه من برمت الما شفته درج خفيف ودخلت مباشرة على الصالون الصالون ما شاء الله كبير وفيه طائم كنبيات وطاولة سفرة والأغراض اللي حطينا يعني بتكون تقولوا الأغراض الأولية عنكن هون بصدر الصالون فيه هون غرفة بنتي يعني بس تطلع بنتي من غرفتها فبتطلع على الصالون متل مو واضح معكن وفيه يعني الأغراض اللي بدي استعملها تاخد مكتبة اللهم صلى على النبي هيك هالشغلات هاي هلأ جينا على اليمين بيجي المطبخ وكوريدور بيدخل هذا الكوريدور على غرفة النوم وعالأبو هلأ لح نفصل ونحكي شوي شوي عندي هاي المطبخ ما شاء الله واسع فيه طاولة المطبخ يعني وكراسي منفطر ومنتغدة كله بالمطبخ الأكل ما بيدخل على الصالون نهايي قليل جدا يعني إلا إذا كان عندي جمعات منحط هيك على طاولة الصفرة أما كله عاتوا بالمطبخ اللهم صلي عن نبي هاي الأغراض اللي كانت موجودة فيه البراد الغاز الميكرويف الغلاية المي الطاولة كل هاي شغلات كانت متوفرة بالبيت الأغراض اللي كانت متوفرة فيه منيحة يعني لا أكتر من منيحة يعني الواحد بده يبلش من الصفر إجباري ومعه معه بيبلش الواحد يروح ويأسس هلأ منطلع اللهم سلام من المطبخ فيه باب بطلع على البلكونين احنا منقلة أو هنه بيقلولة هون غرفة الشمس كمان يعني إن شاء الله بالأيام الجاي منه ويحط هيك طاولة وكراسي لأن الشمس بتدخل من ورا البلور بيتشمس الواحد ما بينحرق فيه وبالشتة مناظر المطر والتلش كمان كتير حلوة بتكون دافية فكمان هلأ مننزل من البلكونين مننزل على الحديقة المنزل عنكن هاي الحديقة لحد اللي سياج محلموا شايفين هاي كلها يعدها حديقة البيت خلص يعني ما حدا له علاقة بالحديقة الثانية أنا بعمل فيه شو ما بدي ممكن ازرع ممكن اشتغل شو ما بدي وهذا الكراج كراج للسيارة كراج خاص لسيارته الواحد فهاي حديقة المنزل يعني الله يعزكم يعني حتى الحاويات لكل بيت في حاوية خاصة فيه ورجعنا دخلنا مبرة مثل ما شايفين على المطبخ شايفين كيف هلأ بطلع من المطبخ الصالون غرفة بنتي صارت هيك على اليمين والصالون رجعت أنا برجوع حتى تشوفوا كيف تفصيلات البيت هلأ اللهم صلى الله عليه وسلم نرجع دخلنا بالكوريدور في هون الأبو هون بيسموا الباستمان هلأ منقلكون ليش هوني كتير بيحس بحساب حسابات كتير كتيرة بيخافوا يعني بيبهروا الأمور هلأ بيقلكون ليش لأن هون كتير بلد الأعصارات هون كتير بيصير فيه عواصف وأعصارات وهيك شغلات عندي هون غرفة النوم كمان هاي الأغراض اللي كانوا حطي لياها بغرفة النوم إن شاء الله معي معي بالأيام الجاية بيجيب الواحد غرفة نوم وبيزبط برادي وبيزبط كل شيء بإذن الله تعالى هلأ الشغلات الحلوة عندهم وقت الواحد بده يعني يطلع من البيت بالمطبخ الأساسي المطبخ عفوا البراد والغاز هدون أساسيات بالبيت والخزن هذا الباب اللي خزاني هون ما في خزن كلها تبقى بالحيطان يعني الواحده بده ينقل بس بعبي أواعي وهالغراض هاي الكبيرة يعني حتى خزائن ما في فك وتركيب وهالقصص هاي ما في كلها يعني حتى النقلة سهلة عندهم عرفتوا كيف فالواحد ما بيطالع معه لا غاز ولا براد ولا خزاين بنقل على البيت الثاني فبدخل عليه بلاقي موجود براد وغاز وخزاين بالحيطان وهي هي يعني أنا أغراضي عن عبارة عن مثلا طابل كنبيات طاولة الصفراء هالأغراض هاي فالحمد الله رب العالمين الأمور ميسرة عنكم وعنكم هون الغرفة أولادي ما بتتخيلوا هون قدي بيحسب حساب لكل شيء هلأ لسه ما أكيد ما انتبهتوا للغسالة وين الغسالة وين بدنا نغسل مين بدنا ننشر هلأ عندهم هن البستمان تحت الغسيل والنشر نشر ممنوع النشر حتى يعني يعني ممنوع ممكن يشتكوا عليك الجيران إذا شافوا غسيل منشور بره هلأ هون البستمان بينزل تحت في موجود الغسالة والنشافة النشافة بتنشر في الغسيل عناه يعني اللهم صلي على سيدنا محمد حتى هون البستمان ليش بيعملوا من كتر ما بيخافوا بيصير هون أعصارات وعواصف ما بتصير الموبايلات بتزمر إنه إنزارات خطر كل التلفونات بس هيك يصير الجوم كركب بتزمر إنه نزلوا على البستمان هلأ هون بعد ما نزلنا لتحت عندكم هاي الغسالة وهي النشافة هلأ هي إن الغسالة والنشافة الغسالة هاي تماتيك متة تماتيك اللي عنا منستعملها بس إنه هيك شكلها وفي غرفة مكسية مشان إذا صار شي الواحد ينزل يعود تحت عرفتو كيف حتى ضاوية ما شاء الله والشمس بتدخل عليها في غرفتين تحت فاللهم صلعن بي هاي هي بحط مثلا مثل ما شفتو هاي خزانة بالحيط وهي هي الغرف والغسالة والنشافة متل مواضح معكم حاطة إنه دواء الغسيل والهالقصص هاي هيك عرف وشو اسمه سلات الغسيل وبسكليتة تقمني لأنه في باب خارجي بيطلع على الحديقة هاي هي تفصيلات البيت عندهم لبيوت الأمريكية هذا هو سيستم لبيوته بأمريكا بالنسبة للولاي اللي أنا مكيمة فيها فأنتوا عطونا رأيكم من فترة كانت عندي متابعة عم تتابعني وقالتلي إنه صارت بأمريكا بولاية مشقن فإذا لسا تعملت تابعني يا ترهونيك نفس الروتين بقولوا عن مشقن ولاية العرب ولاية كتير حلو فيها عرب كتير وأكلات عربية يعني هي بتبعد عنها تقريبا أربع خمس ساعات هيك العالم قالونا فإن شاء الله قريبا يا رب بدي روح زورها هالولاية وتفرج عليها والله وأعلم إذا بقدر التقى بهي المتابعة وإن شاء الله أخبارنا رح تكون أول بأول ورح نتابعها معكم ورح ننزلها خطوة بخطوة بالنسبة هلأ انتقلنا لمرحلة الأكل وكتير هاي الفقرة في كتير ناس بتحبها وخصوصا إذا كان حدا عم يتابعنا من بلاد عربية تاني مثلا العراق فلسطين الأردن بحب يشوفوا الأكلات العربية يعني بحب يشوفوا هالشغلات هاي فهون رجعنا هيك للعزايم والأجواء هاي إجباري الواحد يعني هون ببلاد الغربية الغربية كربية مهما كانت حلوة الغربية كربية فإجباري بده الواحد يعني بما أنه أهله بعاد عنه وهيك بده يعمل رفقة جديدة ويتأقلم على الجو فهون عزمتنا صبية ما شاء الله وكان كانت الصفرة بتجنن عاملة من أشهر المأكولات والحلويات يبرع سلطة تبولة مندي كباب ما شاء الله الأكل بيجنن فحبيني أشارك معكم هيك الصفرة هاي فانتو كتبون لنا شو أكتر أكلة بتحبوها من هاي الأكلات أنا بالنسبة إلي الأولوية للتبولة وبعدها المندي هون حلاوتها عندهم الفصول الأربعة كيف يعني يعني بتلاقوا عندهم الخضرة والفواكي متوفرة بكل الفصول هلأ نحن عنا الربيع فمنلاقي بالمولات ما شاء الله مواسم الخضرة والفواكي يلي بتطلع بالصيف والشتاء والخريف كل المواسم بتلاقوا صدقا فيه شغلات كنت أطلبها يعني واسأل عنا بتركيا ما لاقيه هون عم لاقيه يعني كل شي متوفر الحمد لله إذا انتبهتوا مثلا للعنم هلأ مو موسيم العنب فبتلاقوا فيه عنب بتلاقوا فيه كرس بتلاقوا فيه فريز بتلاقوا كل شي في عالم يعني بتشوف أحيانا نصور بقولوا كيف متوفرة هاي الشغلات ونحن مو بالفصل لنفسه هون متوفر كل شي الله موسيم العنبي ما شاء الله فهلأ هون إذا انتبحتوا بصفرة هذا الصحن تشوفوا هذا صحني كل آياته ما شاء الله عم بيته أرا فيني عادي بس اطلع برات البيت وكونوا بجمعات باكل زيادة عما أكون بالبيت بالبيت أكلتي خفيفة بره البيت بتكون أكتر خصوة بكون بجمعات فالله يديم عليه الواحد الصحة والعافية لأنه عن جد الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يدركها إلا المرضى كلها الأكل وكلها الشي فيه ناس مريضة مع السكر لح نقول مرض السكر هامل لح نقول الكلاوي والكبد والسرطانات الله يشفيك المريض يا رب لح نقول السكر بس فيه ناس ما بتقدر تاكل هالأكلات بس بتطلع ما بتقدر تاكل فيارب الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والبركة يا رب وما بتخلق عادتنا من الأهوة أكيد أطيبشي الأهوة وبآخر هالفيديو تابعنا دمتم بخير وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وانتروني في فيديوهات الجديدة كام معكم جوليا شانيل باياتو اشتركوا في القناة